في العموم يفترض أن تجلب سكة الحديد معها التمدن والتطور والانفتاح والرفاهية لكن الواقع هنا في النقب يختلف كل الاختلاف بدلا من أن تنعكس مشاريع التطور إيجابا على القرى العربية في النقب التي تعاني من التمييز الصارخ ونعدام الخدمات تجد هذه القرى نفسها أمام مخططات جديدة لمصادرة الأرض وتقطيع أوصالها من هنا ستمر سكة كطار تربط منطقة ديمونة في الجنوب إلى مدينة عراد وهذه السكة الحديدية ستمر من عدة قرى عربية وسيتضرر منها آلاف المواطنين العرب في هذه القرى سكة الحديد الكهربائية الجديدة التي تخطط سلطات الاحتلال لإقامتها ستمر بمحاذاة الشارع رقم ثمانين ومن ثم ستلتف عند شارع رقم واحد وثلاثين في منطقة يقتنها نحو خمسين ألف فلسطيني قد لا يستفيد هنا منها البتة أحنا المساحة اللي بنحكي عنها هنيانت عندنا تقريبا عرضها ثمانين متر وهي عملية عبارة عن مئة وخمسين دنوم المئة وخمسين دنوم في حالة أنها مرقت السكة الحديد هي شقة تخذتها من عرض يعني عمليا أخذتها بطولها فما بنستغل منها ولا أي شيء يعني عملي لا تستطيع تسكن فيها ولا تستطيع تبني فيها عريشة ولا تستطيع تبني فيها ولا أي شيء على مساحة نحو أربعة آلاف وسبعمائة دنوم ستمتد سكة الحديد هذه التي ستتصل مع شبكة تربط بين بئر السبع وديمونة وستمر عبر مطار نيفاتيم العسكري الذي أقيم كذلك على أراضي البدو الذين يرون في المشروع الجديد وسيلة أخرى لتصعيد سياسة هدم منازلهم وتهجيرهم بهدف تركيزهم على أقل مساحة ممكنة من الأرض هنأم حميد صحراء النقب الميادين